اشتركوا في القناة فخلينا نركز فيها وإن شاء الله أنه بتطلع محاضرة سهلة أول إشي الفارنكس اللي هو عبارة عن أورغان مشترك ما بين الريسبيراتوري سيستم والجاسترون سيستم الفارنكس يمتد من اللي هو البيز أوف دا سكول تمام لحد اللور بوردر طبعا عبارة عن موسكولر تيوب شكله زي ما احنا شايفين هو فانل شاب البيز تاعه هاي هون والأيبكس بهذا الاتجاه لتحت تمام هيك جاي هذا اللي هو الفارنكس اللينكس طبعه الديامتر طبع الأبر اند أكبر تقريبا 1 إنش واللور اند نصه اللي هو هاف إنش هنا ثلاثي hedge اجزاء لالفارنكس نيزوفارنكس اوروفارنكس العينجوفارنكس النيزوفارنكس بهايند نوز اوروفارنكس بهايند ذا ماوت اللينجوفارنكس بهايند ذا لارينكس الحلود الكثيران عبارة عن ٤ layers السمينة ومرتبين من جوة لبرة من جوة في عندي ميوكس ميمبرين وتحته اللي هي يعني مشان نحفظ ترتيب الفاشية اللي هي الجزء اللي من جوة جهة الفارينكس تمام فهي فارينجيوبازيلر فاشيا بعدين برة اللي هي البكو فارينجيالفاشية والمسل layer هي اللي من برة الأوتر موست تمام طيب المسلز أوف ديرنكس عيننا مجموعتين في عيننا انترانسيك مصلز وفي عيننا اكسترانسيك مصلز الا الاكسترانسيك مصلز اللي هو ال-external muscles circular تمام وكل اياتهم بيعملوا construction بالفارنكس اللي هم superior middle and inferior constructors بعدين في عندي ال-internal inner هدول longitudinal muscles وهم تلاتة palatopharyngeus stylo pharyngeus salpingo pharyngeus كل واحدة ومن اسمها بعد شوية رح نشوف بقدر اعرف ال-insert ال-origin تبعها تمام وفارنجيس لأنهم كل اياتهم رح نشوف فارنجيس اللي هو lateral wall of the pharynx يعني في انهم كل هم نفس ال-insertion تمام طيب ال-muscles of the pharynx كل اياتهم supplied by pharyngeal nerve plexus طبعا هاي الفaryngeal nerve plexus اللي هي عبارة عن plexus من spinal accessory nerve هو cranial nerve رقم 11 تمام فكل اياتهم supplied by pharyngeal nerve plexus اللي جاي من spinal accessory nerve باستثناء هاي المسل اللي هي ال-style of pharyngeal supplied by glosopharyngeal nerve اللي هو cranial nerve رقم 9 تمام طيب طبعا ال-style of pharyngeal مصل هي مش بس supplied by glosopharyngeal وإنما بيحكي لك وهي نازلة أصلا بتكون ماشية ومعاها اللي glosopharyngeal nerve تمام طيب هلأ بالمسبة لاللي هو ال-origin طبعا هدول المجموعة اللي هم internal longitudinal longitudinal عفوا طبعون external circular muscles ال-origin تاعهم من قدام مختلف عن بعض ولكن ال-insertion تاعهم كلياتهم لورا نفس المكان ماشي فناخدهم واحدة ووحدة نشوف ال-origin وال-insertion هلأ نروح على ال-origin تبعي الثلاث طبعا عندنا إحنا هاي اللي هي superior constructor muscle هاي الميدل constructor muscle وهاي ال-inferior constructor muscle بحكي لك لو أنت جبتهم تمام هاي وهاي وهاي وضغطت عليهم أو بلاش أحكي لك ضغطت عليهم بس لو حاولت يعني هيك تصفتهم فوق بعض تمام رح تلاقي superior constructor دخلت جوه middle وال- middle دخلت جوه inferior constructor muscle فبالتالي أنت بزيك أنك تقدر إيش تصفتهم جوه بعض تمام طبعا أول واحدة عنها اللي هي superior constructor muscle ال-origin تاعها واحد من posterior border of media terigoid plate والterigoid hamulus والligament اللي نازل من terigoid hamulus المandible اللي هو terigomandibular ligament اللي نازل من terigoid hamulus إلى lower end ماشي من lower end من ال-stylo hyoid ligament هذا ال-stylo hyoid ligament نازل من ال-stylo process إلى lesser horn of hyoid 1 تمام ف middle constructor origin من lower part من ال-stylo hyoid ligament زائد من greater horn هون من greater horn of hyoid 1 تمام طيب بعدين في عندي inferior constrictor ال-origin تاعها من oblique line of thyroid cartilage side of cricoid cartilage طيب بالنسبة للinsertion كلياتهم الinsertion تاعهم ورا هون هذا المكان اللي هو بسميه الفaryngeal rafi rafi يعني ligament اللي هو مكان ما رح يصير في عندي interdigitation لهدول المصر fibers اوكي وبيكونوا زي ligament وبيعملوا insertion عليه تمام طبعا ال-actions بحكي لك هي لهدول المصر حكيت لكم كلياتهم يعملوا construction بتساعد ب pristaltic movement of the pharynx during swallowing تحديدا during third stage من swallowing هلا رح نشوفها بأخطر المهرب طب هلا بحكي لك على lateral wall of the larynx هذا وانا بتفرج عليه من الجنب في عندي فراغات بين المصر تمام في عندي gaps في lateral wall of the pharynx أول gap جاي فوق superior constrictor الثاني بين superior وال middle الثالث هذا gap بين middle وال inferior وال رابع تحت inferior constrictor مصل تمام مرة ثانية هون على الرسمة هذا trigomandibular ligament طالع عندي من ورا هون هو superior constrictor مصل وقدام هاي اللي هي البوكسينيتر تمام فهاي superior constrictor بعدين inferior constrictor مصل تمام هذول إذا بتذكروهم اللي هو التنتين palatai muscles tensor palatai والliveter palatai muscle وهذا الجزء اللي هو cartilaginous part of station tube هلا لازم أعرف شو هم structures اللي بيمروا عندي بهذول gaps ال gaps الأول هذ هلا حكيناهم في عندي tensor palatai levator palatai muscles تمام فإذا two muscles زائد هذا جزء زائد في عندي two arteries ascending واحد اسمه ascending pharyngeal artery واحد اسمه ascending palatai artery ascending palatai اللي هو من البرانش تابعة facial artery والascending pharyngeal اللي هو من external carotid artery طبعا الفacial artery برضو branch من external carotid artery تمام الصين دقاب اللي شفنا كان بين superior وال middle constrictor muscles بيمر فيه من بيمر فيه stylopharyngeal muscle والnerve اللي نازل معاها اللي هو glosopharyngeal nerve تمام عفوا stylopharyngeus stylopharyngeal muscle والglosopharyngeal nerve طب third gap اللي هو بين middle وال inferior constrictor muscles هذا فيه nerves طبعون larynx في عندي superior laryngeal vessels عفوا في عندي اول اشي ياس superior laryngeal vessels وفي عندي internal pharyngeal nerve internal pharyngeal nerve هو superior laryngeal nerve اللي هو branch من vegas nerve فهي قصر نذكرين ثلاثة احنا cranial nerves حكينا 9 و10 وعن 11 تمام حكينا عن glosopharyngeal وهكينا هلأ عن البائد اللي هو spinal accessory nerve صح فإذا third gap فيه superior laryngeal vessels arteries veins تمام و internal laryngeal nerve fourth gap هذا اللي جاي عندي هون هياته تحت inferior constrictor muscle عند thyroid فيه inferior laryngeal vessels الثير كان فيه superior والfourth فيه inferior laryngeal vessels زائد recurrent laryngeal nerve اللي دايما خليه ببالكم جهة من عند الثير ويد تمام طيب هلأ الستايلوفرنجيس muscle بدنا نشوف الorigin والإنسرشن تبع هدول المسل الستايلوفرنجيس الorigin من الستايلويد process بعدين بحكي لك هلأ وين هال الستايلوفرنجيس هي هاي الستايلوفرنجيس هي نازلة من فوق طالعا من الستايلويد process تمام بعدين بحكي لك بتمشي obliquely downward forward هون وهي نازلة بتكون between the external carotid arteries تمام أو عفوا between the internal والexternal carotid arteries ومنازل معاها النير في تبعها اللي ماشي معاها اللي هو اللي بلصها pharyngeal نير بعدين بتمشي عندي هون اللي هو between the superior وال middle constrictor muscles of the pharynx الinsertion تبعهم هدول كليات هم حكينا الinsertion تبعهم على wall of the pharynx تمام تحديدا على lateral wall of the pharynx والposterior border of thyroid cartilage زائد كلياتهم فيهم نفس الaction كلهم هذا origin وهذا insertion فبالتالي لما تعمل contraction راح تعمل elevation of the pharynx and larynx during swallowing تمام التاني اللي هي السلبينجو pharyngeus السلبينجو هاي بيحكي لك سلبينجو يعني tube تمام فهي الorigin من cartilage part of auditory tube زي مين زي الplatai الانسرشن كلهم نفس الاشي على wall of the pharynx والposterior border of thyroid cartilage الaction حكيت لكم كلهاتهم يعملوا elevation لpharynx and larynx during swallowing زائد هاي لانه الorigin تاعها من cartilage part of auditory tube زي الplatai muscles فبرضه بتساعد انها تتخلي الostation tube فاتح تمام طيب التالتة هي palatopharyngeus muscle palatopharyngeus مصر الorigin تاعها من اسمها palatoo من palatine aponeurosis تمام والانسرشن على lateral wall of the pharynx والposterior border of thyroid cartilage الaction قلنا كلهم نفس الaction اللي هو elevation of pharynx and larynx during swallowing زائد بحكي لك هاي المعلومة بديها هاي المعلومة المهمة تليها ببالكم انه الpalatopharyngeus muscles تمام انا في عندي هدول المسلز اصلا كلياتهم paired في عندي واحدة right وعندي واحدة left تمام فالpalatopharyngeus muscle الright والleft لما يصر لهم contraction مع بعض اوكي شو بتعمل بتعمل closure للpharyngeal ismus اللي هو اللي موجود هون الفaryngeal ismus اللي هو عبارة عن narrowing بهاي المنطقة وهلأ بفرجكم اياه اللي بيفصل الجزء اللي فوق النيزوفarynx عن الأوروفarynx ليش عشان يمنع من انه يطلع على النيزوفarynx تمام فاللي بيعمل عندي closure هنا للpharyngeal ismus اللي هو contraction تبع البوث palatopharyngeus muscles ماشي طيب هلأ مننروح على الاجزاء الفarynx التلاتة اول واحد النيزوفarynx يعني behind the nose تمام هذا النيزوفarynx يمتد من او بلاش نحكي يمتد هو موجود وراء النيزوفarynx تمام هاي النيزوفarynx هو وراء النيزوفarynx فيه اهم اشي هون موجود عندي هايات شايفيت اللي هو opening تاعت الauditory tube اللي هو station tube تمام فيه وراء elevation بسميه tube elevation اوكي بعدين تحت tube elevation هون مكمل هيك في عندي كمان منطقة زيك انها elevated بسميها salpingo pharyngeal زي كيف اذا بتذكروا عنا هاد اللي هو palatoglossal fold وال palatofaryngeal fold كان اللي هو mucous membrane بيغطي المسل هدول نفس الاشي هون salpingo pharyngeal fold اللي هو عبارة عن mucous membrane بيغطي عندي salpingo pharyngeal مسل وراها لانه عبارة عن elevation وراه في depression بسميه pharyngeal rhesus وورا هون على posterior wall of the nasopharynx في عندي الفaryngeal tonsil هلا بنا نكون عارفين انه tonsils عنا ثلاثة اول واحدة سمعنا عنها بمحاضرة التونج اللي هي lingual tonsil اللي بتتذكروا كانت ايش عاملة كانت عندي تحت الميوكس membrane تبع التونج صح وكانت عاملة posterior one third of the tongue مظبوط هاي اول واحدة التانية اللي هي هاي pharyngeal tonsil تمام والتالتة هي بنسميها pelatine tonsil هاي اللي بس يصير فيه واحد عنده tonsilitis تحكيله افتحتمك بتلاقي tonsils مثلا edematous enlarged اوكي toward the midline اوكي تمام فهلا الفaryngeal tonsil هاي بيحكي لك واحدة من الأشياء اللي ممكن تصير فيها خاصة عند الأطفال انه ممكن يصير فيها تضخم تمام ومنسميها الادينويد اللي هو بالعربي اللحمية تمام شو بيعمل بيحكي لك هاي الفaryngeal tonsil في لها هي موجودة بهذا المكان في لها حجم معين اذا اضخمت وصارت مثلا بهذا الحجم اوكي راح تأثر وين راح تأثر على اللي هو مجرع الهوى تمام فبيصير مثلا الطفل هو نايم عنده شخير مثلا تمام او اذا كانت large enough ممكن تعمل obstruction هنا بالتالي بتلاقي الطفل هذا بباليش يصير في عنده recurrent otitis media تمام اللي هو inflammation بالmiddle ear وrecurrent inflammation بالmiddle ear ممكن يعمل tempanic membrane rupture تمام اللي هو ثقب في طبلة الاذن ماشي طيب فهاي بالنسبة للpharyngeal tonsil هو اخر اشي اللي حكيت لكم عنه المنطقة نارو اللي بتفصل عندي النيزوفارنكس عن اوروفارنكس هلا الاوروفارنكس والبلتين tonsil اللي هي التونسل اللي بنعرفهم قلنا اللي بس تفتح ثم المريض بتلاقيهم طيب الاوروفارنكس هذا يمتد من اللي هو الصفت تقريبا تمام لحد level of the epiglottis اوكي هلا وين موجود الاوروفارنكس behind the oral cavity behind the mouth اوكي هذا الاورال cavity احنا عارفين ان الاورال cavity ينتهي هون لحد ال palatoglossal fold تمام هلا بحكي لك بين ال palatoglossal fold anteriorly وال palatofaryngeal fold posteriorly في عندي هون فراغ صغير بسميه tonsilar فصة موجود فيه ال palatine tonsil تمام فإذا ال palatine tonsil فيه انتيريور boundary posterior ولترال تمام هلا الاترال اللي هو الجزء اللي مش شايفيته انا هون بديكون وراها تمام مهمة هاي laterally في عندي superior constrictor muscle تمام anteriorly هاي palatoglossal fold posteriorly palatofaryngeal fold laterally superior constrictor muscle وفاصلي اللي هيها عن الفيشل artery اللي هو branch من external carotid artery تمام مرة تانية هاي ال palatine tonsil اوكي قلنا فيئلها medial هلا هون منا نشوف اللي هو medial surface وال lateral تمام يعني هي bounded anteriorly posteriorly lateral ولكن فيئلها two surfaces medial و lateral medial اللي بس تفتحتهم المريض بتلاقيه هذا السيرفس اللي مبين قدامك اللي هو medial اللاترالي اللي بره أنا مش شايفه تمام هلا medial surface هاد بحكي لك فيه عليه هون اللي هو tonsillar crypts اوكي هدول الفراغات طيب واعلى crypt بيكون غميق فايت لجوه within the substance of the tonsillar within the substance of the palatine tonsil وبسميه intra tonsillar cleft تمام طيب laterally حكينا فيه superior constrictor مصر فاصليكيها عن facial artery اللي هو branch external carotid artery لكن وراها وراها على هذا lateral wall فيه عندي vein artery nerve vein vein اللي هو paratonsillar vein والtonsillar branch of facial artery اللي بدي يعطيها blood supply والnerve اللي هو glosopharyngeal nerve تمام زائد طبعا فيه عننا ايش اللي هو capsule من ورا posteriorly فيه عندي capsule تمام اذا الpelletine tonsillar بيحكي لك mass oblin foid tissue surrounded by capsule بس اكتر اشي بتكون مبين عندي انا وين هايها اللي هو posteriorly هاي الكapsule هيك هايها تمام this is the capsule this is the capsule طيب باي كابسول which which separates the tonsil من superior constrictor muscle of the pharynx وهذا السيرفيس related to van قولنا اللي هو ال paratonsillar vein tonsillar artery هو branch من facial artery glosopharyngeal nerve هلا بحكي لك خلال عمليات tonsillectomy زي المرضى اللي هو خاصة الصغار اللي بيبلش اصير في عندهم recurrent tonsillitis اكتر من مرة خلال السنة تمام ومع كل مرة بتلاقي بصير في عندهم pothitis media اوكي فاحنا عشان نحل او بصير في عندهم abscess على tonsils تمام فبهاي الحالة انا بضطر انه نشيل لهم اللي هو tonsillectomy تمام خلال عملية tonsillectomy انت في عندك وراها vital structures في عندك artery vein اذا عملت له injury رح يعمل bleeding ويعتبر من اسوأ انواع اللي ممكن تمر على جراح الـ ENT اللي هو الانف اذن حنجرة تمام او بتعمل injury ل glosopharyngeal nerve وبالتالي المريض رح يفقد general sensation اللي هو sensation وال taste sensation بالposterior one third اذا nerve supply اللي هو glosopharyngeal nerve وال lesser palatine nerve arterial supply واحد اللي هل حكينا عنه اللي هو tonsillar artery branch official artery وهو المين blood supply زائد الارتري اللي قلتلكم هلأ كانوا طالعين وراحين وين بي اللي هو opening على lateral wall of the larynx اللي كانت وين اول واحدة اللي فوق superior constrictor اللي هم ascending palatine والascending pharyngeal arteries واربعة عند greater palatine artery والthird part of maxillary artery تمام الفينوس الدرينج على paratonsular vein وبعدين منه على pharyngeal plexus of veins or the pharyngeal or the lymphatic lymphatic على upper deep cervical lymph nodes surface anatomية اللي هو من بره انت كيف تقدر تحدد مكان التونسل بحكي لك موجودة بـ oval فسة تقريبا فوق من فوق الانجل of the mandible تمام above in front يعني شوي فوق أو نحكي من بره على الانجل of the mandible بس شوي لقدام تمام طيب هون السفير هاموريج حكينا عنه الجور انتونسل اذا حكينا اذا صار في عندنا انجري للغلوسوفارينجيال نيرف ايش بصير طيب بحكي لك هلأ بما انه انا الغلوسوفارينجيال نيرف تمام هو اللي بيعطيني السبلاي للتونسل تمام وبيعطيني برضو نيرف سبلاي للميدل اير عن طريق التمبانيك برانش ماشي يعني نكون عارفين انه جلوسوفارينجيال نيرف نيرف سبلاي للتونسل تمام للبلاتين تونسل والميدل اير اوكي فبالتالي بحالات التونسلايتس بحكي لك الموريل بيش كي من ايش بيش كي من بين بالاذن تمام لانهم فيهم السيم نيرف سبلاي اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف اوكي تمام بحكي لك ايجا عالم اسمه والديرز اوكي هذا والديرز اكتشف او حكالك انا فيه عندي هنا تجمع لواحد اتنين ثلاثة الليمفويد تشو اللي هو التونسل تمام وعاملين زي نص حلقة تمام فسمى هاي المنطقة باسمه اللي هي والديرز رينج وتشكل واحد من البروتكتف انكمبيت رينج أوف الليمفويد تشو من الجزء المهم من جهاز المناعة تمام طيب اخر اشي عنا اللي هو الارينج موجود وين بهاين الارينج تمام بيبدأ من الابر بوردر اوف ايبي واللور اند على الابر بوردر اوف كريكويد كارتلنج اللي هي نهاية الفارينج تمام طبعا وبعدين الكونتينواشن عبارة عن هون الارينج وتحت من هون عندي رح يكمل اللي هو الاسوفيقس تمام طبعا يعني هو هذا اللي هو انا بتفرج من ورا تمام فليمبين عندي الارينج والفارينج سوين هون هون ومكمل تحت على شكل اسوفيقس تمام طبعا هلا الارينج انتبهولي عليه هون هذا الارينج تمام هاي الفولدس اللي على جوانب اللارينج الاثنين منسميه اري ابي جلوتك فولد تمام وهو عبارة عن ايش عبارة عن ميوكس ممبرين مغطي الاريتينويد كارتلج تمام طيب في عنا هون بيحكي لك on either side of the larynge الاريفس في عنا هون جزء واسع تمام وهون جزء واسع بسميه البيريفورم فصة هلا هاي البيريفورم فصة بيحكي لك طبعا هي يعني كأناترومي هي bounded by فوق اللي هو او نحكي medially bounded medially هون اللي هو الاري epiglottic fold ولاترالي هاي اللامنة of thyroid cartilage تمام اهميته انه بي الفلور of the فصة بيمشي عندي internal laryngeal nerve فبالتالي بحكي لك خلال عملية البلع اذا صار في عندك اللي هو foreign body تمام دخل بي هاي الفصة وسكرها تمام وانت حاولت تشيل هذا foreign body تمام او دخل ونزل هو لحاله foreign body ممكن يعمل injury للنير اللي موجود بالفلور تبع الpyryform فصة اللي هو internal laryngeal nerve تمام فبالتالي رح ينتج عنه اللي هو loss of sensation of the upper half of the larynx تمام طيب هلا اخر اشي عنه اللي هو mechanism of deglutation اللي هو mechanism of swallowing عبارة عن three stages الاولى voluntary التاني والثالتة involuntary هلا الفرست stage اللي هي involuntary اللي هو انت قاعد بتنضغ الاكل تمام بتيجي لما بدك تبلع تمام شو رح تعمل بتلاقي حالك بترفع لسانك لفوق صح بترفع لسانك لوين لفوق تمام فبيتكون عندك اللي هو bolus of food انه بصير الاكل زي كأنه على شكل كرة تمام لانه انت ضغطت الاكل against التنغ تمام والهارد بلت طيب فإذن bolus of food هي to is formed by raising the tongue against the heart بلت من tip and extending backwards هلا مين اللي بيعمل عندي هاي هذا الاكشن هم المسل والسطيلو غلوسس والبلاتو غلوسس المسل المسل وهو مين المسل of the tongue تمام طيب السكن ستاج involuntary هلا اللي بيصير بالسكن ستاج في عندك اول اشي السوفت بلت تمام بينرفع لفوق ماشي اذا انتبهوا معاي السكن ستاج زي كأنها خطوتين ماشي الخطوة الاولى انه السوفت بلت بينرفع لفوق عن طريق مين البيتر بلت والتنسر بلت مصلس اوكي و at the same time at the same time مش انا في عندي هون هيهم رفعوا لي السوفت بلت اه وبتيجي كمان ال بالاتو غلوسس مصل ال بالاتو فارنجيس مصل التنتين الرايت والليفت يصير لهم كنتراكشن وبسكروا عندي مين بسكروا الفارنجي الاسمص تمام فاذا الخطوة الاولى من السكن ستاج اللي هو سكرت او اول اشي رفعت السوفت بلت تمام رفعت السوفت بلت وسكرت مين بعدين اللي رح يصير انه رح يصير فيه عندي كنتراكشن للتلاتة فارنجيس مصل السلبينجو فارنجيس بالاتو فارنجيس ستايل فارنجيس اللي رح يعملوا ايش رح يعملوا elevation بيرفعوا لي الفارنجيس واللارنجيس بوث افورد اوكي زائد بنفس الوقت كمان بيصير فيه عندي اللي هو approximation of the ary epiglottic folds فبتسكر عنا laryngeal opening تمام اذا second stage قسمناها مرحلتين المرحلة الاولى سكرت المنطقة هون تمام اللي هو contraction تبع elevator palatai والtensor palatai فانا رفعت soft palate زائد اللي هو construction تبع البلات و pharyngeal muscles bilateral فانا سكرت مين الفارنجيس الفارنجيس تمام بعدين رفعت pharynx واللارنجيس لفوق وسكرت اللارنجيس opening اوكي طب third stage قلنا برضو involuntary اللي هي ايش هون خلص انه بهاي المرحلة second stage لانه الاكل بعده بال auropharynx تمام بالthird stage بيكون نزل على laryngeo pharynx تقريبا اوكي وبيبلش عندي اللي هو prestaltic contraction تبع superior middle inferior constrictor muscles مشان تنزل عندي الاكل باتجاه الأسوفيكس انها كانت محاضرة خفيفة اذا يعني حسيتوها شوي هيك صعبة وفيها معلومات كتير يفضل انه نعيد المحاضرة مرة مرتين وبتصير اسهل ان شاء الله يعطيكم العافية اشتركوا في القناة